وللمزيد من التفاصيل ينضم معي في الستوديو متحدث هيئة النقل الأستاذ صالح الزويد أستاذ صالح مساء الخير وسعيد وجودك ما في حلقت اليوم أهلا وسهلا فيك أنا سعيد تواجد معكم شكراً لكم على هذه الضفافة الله يحييك يعني 11 ألف مخالفة الله يعطيكم العافية هذه في زمن كم وما هي أبرز المخالفات المضبوطة طيب الهيئة العاملة النقل بصفتها الجهة المنظمة لأنشطة النقل البري والبحري والسككي تقوم بعمل جولات رقبية بشكل دوري ومستمر للتأكد من امتثال المشاعة المرخصة بتطبيق الأنظمة والتشريعات المنظمة لخدمات النقل في المملكة مثل ما ذكرته في خلال شهر يوليو الماضي تم عمل أكثر من 84 ألف عملية فحص ميداني قامت بها الفرق الرقبية في الهيئة العاملة للنقل ضبطت خلالها 11690 مخالفة تركزت هذه المخالفات في منطقة مكة المكرمة يليها المنطقة الشرقية ثم منطقة الرياض ثم منطقة المدينة المنورة أكثر من مخالفات تنوعة هذه المخالفات أبرزها هو ممارسة النشاط بدون الحصول على كرت تشغيل من الهيئة العاملة للنقل هذا الكرت يصدر بعد التأكد من نظامية هذه المركبة وسلامة فحصها الفني وأيضا صلاحية تأمينها المخالفة الثانية هي ممارسة النشاط بعد تجاوز العمر تشغيل المعتمد هناك عمر معتمد لعدد من المركبات في عدد من الأنشطة أذكر مثال سيارات التأجير تكون خمس سنوات كعمر تشغيلي سيارات النقل التعليمي خمس سنوات حافلات النقل التعليمي عشر سنوات أيضا شاحنات تكون عمرها لا يزيد عن عشرين سنة من المخالفات أيضا عدم الالتزام بالتجهيزات الفنية المنصوصة عليها في اللوايح مثل عدم تركيب الشاحنات عدم تركيب حواجز الحماية الأمامية والخلفية أيضا عدم وضع اللوحات الإرشادية هذه أبرز المخالفات خلال شهر يوليو أيضا هناك فيديو انتشر مؤخرا يوضح بأن الرحلات إذا كانت عبر التكسي سيارة الأجرة ولم يقم السائق بفتح العداد فالرحلة تكون مجانية معنى أن مشواره يكون مجاني إذا لم يفتح للعداد مدى صحت هالموضوع؟ صحيح أحد الأنشطة تنظمها الهيئة نشاط الأجرة وهو نشاط قطاع حيوي لبي احتياجات في أكبير المجتمع أيضا يخدم السياح الهيئة وضعت عدد من الاشتراضات الفنية وتجزالات الفنية اللي ألزمت فيها سيارات الأجرة مثل الدفع الإلكتروني شاشات الإلكترونية عداد الأجرة أيضا مثلا الإنترنت المجاني في سيارات الأجرة اللي داخل المطار نتكلم عن عدد الأجرة وموضوع عدد الأجرة هناك سياسة طبعا هذا غير أوبرو نعم نتكلم عن دكاسي اللي اليوم باللون الأخضر غير الاشتراضات أوبرو كريمة أيضا هناك الاشتراضات الهيئة تنظم نشاط وجه المركبات في هذا الزاوية بالنسبة لعداد الأجرة أحد الاشتراضات الفنية هو تركيب عدد الأجرة عدد الأجرة مرتبط بالأنظمة الإلكترونية الخاصة في الهيئة هناك تسعيرة ثابتة لسيارات الأجرة أيضا من خلال الأنظمة الإلكترونية نضمن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين أيضا مستوى راحة وأمان أعلى بخلال استخدام هذه الوسائل وفي حال عدم التزام السائق بتشغيل عداد الأجرة يحق للمستفيد الحصول على رحلة مجانية خلال شهر يوليو الماضي تم الضبط 3600 مخالفة على نشاط الأجرة تنوعت هذه المخالفات ما بين كروت التشغيل أيضا نقطة مهمة تهالك بعض سيارات الأجرة تخالف الهيئة أنت تقولون قبل السيارات خمس سنوات فقط خمس سنوات نعم من 2021 ترجع خمس سنوات نعم 2017 وتستمر خمس سنوات بحيث نضمن جودة السيارات المستخدمة سواء في تطبيقات التوصيل أو تطبيقات توصيل الركاب أو أيضا سيارات الأجرة فالعداد يضمن راحة على قبضته على أو رصدته مخالفات 3600 مخالفة على إنشاط تأجير السيارات على إنشاط الأجرة جزء منها في كروت التشغيل عدم نظمية بعض المركبات أيضا بعضها لتهالك المركبة وبعضها عدم توفر التجزيات الفنية والتلزام فيها اللي من بينها عداد الأجرة أيضا بالنسبة لقطاع تأجير السيارات اللي يتبعكم أيضا ألزمتوا الشركات بالعقد الموحد هل الشركات بالفعل التزمت بهذا العقد تأجير السيارات من القطاع الحيوية والهيئة في شهر يونيو الماضي قبل شهرين أصدرت قرار بإلزام جميع الشركات المرخصة في نشاط تأجير السيارات بتطبيق العقد الموحد العقد الإلكتروني الموحد على أربع مراحل المرحلة الأولى كانت للفئة دال اللي هم المصنبة بفئة دال وأيضا الشركات الغير مصنفة والشركات اللي توقع عقودها يدويا وهذه بدأت المرحلة بتاريخ 25 سبعة نتكلم قبل أسبوعين من اليوم في التزام كبير من الشركات وش العقد الموحد؟ العقد الإلكتروني الموحد أحد المبادرات اللي الهيئة هيعم النقل نفذتها لتطوير قطاع تأجير السيارات بداية تطوير القطاع رحلة طويلة بدأت من اللاحة التنفيذية ثم التوطين بالتعاون مع وزارة الموارد المشهرية التنمية الاجتماعية ثم وجود بوابة إلكترونية تضمن تطبيق اللوائح ونجي للعقد الموحد وفي خطوات قادمة بخصوص العقد الموحد هو عقد إلكتروني موحد يضمن حقوق المستأجر والمؤجر فيه جميع الاشتراطات اللي تلزم المؤجر أو تلزم المستأجر مثلا نتكلم عن الأجر اليومية للتأجير كيف أمل آلية استرجاع والسلام السيارة هذه كلها كانت بعقود ورقية وكان يجتهد بعض المكاتب التأجير بإضافة اشتراطات غير نظامية كان كل مكتب يحط عقد عليه كيف كان في عقد موحد في اللائحة المنظمة لكن ما يلتزمون فيها بعض شركات التأجير بحيث أنه يضيف مثلا اشتراطات غير نظامية نتكلم عن مثلا سندات لأمر وهذا مخالف نتكلم عن اشتراطات مثلا مخالفات على التدخين على مخالفات أو مثلا غرامات لأجرة المحامي إلى غيرها من الاشتراطات غير النظامية العقد الموحد سترى يوحد العمل ويرفع من الجودة هل التزمت فيه؟ اليوم نحن نطبق على الأربع مراحل المرحلة الأولى في أدال وهي 320 منشأة التزمت بشكل كامل عندنا في سبتمبر المرحلة الثانية إن شاء الله بيكون لفئة جيم ثم إن شاء الله نعلن لاحقا عن الفئة باء وألف حيث يكون الجزام جميع الشركات في عقد الإلكتروني الموحد أنا أشكرك شكرا جزيلا متحدث هاية النقل لأستاذ صالح زويد شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة